موسيقى حلقة جديدة من كوشك الصحافة نطالع فيها عدن الغد خوفاً على حياتهم محافظ المهرة يدعو طلاب محافظته إلى مغادرة عدن الموقع بوست مسلح الانتقال يواصلون قطع طرق في الضالع يمن مونيتور عودة الطرق التعليم القديمة إلى مدارس صنعاء صحيفة سعودية تقول حكومة بندغر باقية ولا تغييرات في المحافظين موسيقى أهلاً بكم عدن لم تعد مكاناً آمناً حتى لأبناء المحافظات الجنوبية هذا ما يشير إليه توجيه محافظ المهرة فوفقاً لموقع عدن الغد محافظ المهرة يوجه بنقل طلاب المحافظة من عدن بصورة عاجلة وقال الموقع إن محافظ المهرة راجح باكريت وجه صندوق التنمية البشرية بالمحافظة بسرعة العمل على نقل الطلاب الدارسين في جامعة عدن من أبناء المهرة إلى المحافظة وذلك حفاظاً على سلامتهم في ظل تدهور الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن في أعقاب الأحداث المؤسفة التي شهدتها المدينة وأكد المحافظ على نقل الطلاب بصورة عاجلة وعلى نفقة السلطة المحلية في حال استمرت الأوضاع في التدهور وتوقف الدراسة في الجامعة يتابع الموقع تجدر الإشارة إلى أن هناك أعداداً كبيرة من أبناء المهرة يدرسون في جامعات عدن بمختلف كلياتها حصار أعداً من جهة الضالة مستمر ووفقاً لموقع إخباري فإن مسلحي الانتقال يواصلون إغلاق الطريق العام بسناه لليوم الثالث وقال الموقع بوست يواصل مسلحون موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي إغلاق الطريق العام الرابط بين مديرية قاطبة والضالة في منطقة سناه لليوم الثالث على التوالي وقال مسافرون للموقع بوست إن المسلحين قاموا بإغلاق الطريق في منطقة سناه ويواصلون منع حركة المرور من وإلى الضالة بشكل تام إلى ذلك قالت مصادر مطلعة للموقع بوست إن المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة الضالة يواصل الدفع بتعزيزات عسكرية جديدة نحو محافظة عدن وعن أهمية معركة تحرير تعز وضرورتها لإحراز التقدم النوعي يكتب اللبناني جورج سمعان مقاله المنشور في صحيفة الحياة متحدثا عن الجانب السياسي أيضا بعد معركة تعز يدرك الحوثيون جيدا أن الحرب ارتفعت وطيرتها وتبدلت قواعدها وخطتها تغيرت ويخشون أن ينجح الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تحرير تعز بدعم جوي من التحالف العربي لأن ذلك سيعزز كافة شرعية ويبدل في موازين القوى جدريا ويدفعهم إلى تقديم التنازلات والقبول بالقسمة التي تناسب حجمهم السياسي وهو ما سيعجل من تصفية انتشارهم شرقا من مناطق الضالع إلى البيضاء وإب وغيرهما ويفتح الطريق نحو إخراجهم من صنعاء أي دفعهم في النهاية إلى معقلهم الطبيعي في أقصى شمال البلاد ذلك أن هذه المدينة ومحافظتها تعد الأكبر سكانيا ولعبت أدوارا تاريخية مهمة فهي تحتل موقعا جغرافيا وديمغرافيا استراتيجيا وتعد آخر التخوم الجنوبية لما يسمى اليمن الشمالي وتتحكم بشبكة من الطرق البحرية والبرية المهمة التي تربطها بلاحج وعدا جنوبا والضالع والبيضاء شرقا وبالحديدة على الساحل الغربي للبلاد في الشق الآخر يشعرون الحوثيين اليوم بعدما باتوا واحدين في مواجهة الشعب اليمني بأهمية الحصول على نوع من الشرعية التي تتيحها لهم العودة إلى طاولة المفاوضات مجددا فهم مسؤولون الآن وحدهم عن كل ما يعانيه أهل العاصمة والمناطق التي يتولون إدارتها لم يعد هناك طرف آخر يمكن أن يقاسمهم تحمل هذه المسؤولية الحوثيون حتى اليوم يراوغون ويهادنون ولا يبدون أي استعداد للتنازل عما يعتقدون بأنه حقهم في الحكم والسلطة أمام هذا الموقف الأيدلوجي الراسخ الذي يحول دون تقدم الحوار السياسي لا تبدو الجبهة المقابلة في حال أفضل والتعويل على حزب المؤتمر الشعبي فيه شيء من المبالغة لم يعد الحزب بالقوة التي كان عليها قبل اغتيال رئيسه تفرق أعضاؤه أيدي سبا صدمت الأساليب القديمة والطرق التقليدية التي لجأت إليها المدارس الحكومية في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين طلابها في سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2017-2018 وذلك من خلال كتابة الامتحانات اليدوية المطبوعة على السبورة وعبر إملاء الطلاب شفاهيا ومن ثم نقلها إلى أوراق عادية وعفقا لتقرير نشره موقع يمن مونيتور بدأ العام الدراسي في مناطق سيطرة الحوثيين بالإضرابات وتشييع المنهج الدراسي وفرض غرامات مالية على الطلاب انتهاءا بتسييس التعليم عبر فرض احتفالات تخص جماعة الحوثي وقالت مصادر التربوية في عدد من المحافظات ليمن مونيتور إن وزارة التعليم والتربية لا تكاد تستطيع إنهاء نصف العام الدراسي الأول للعام الحالي في إطار انتهاء الفترة الزمنية له ومحاولة اختتامه بأي شكل من الأشكال وقالت تربويون في محافظة ذمار وريمة لأول مرة تعجز إدارات المدارس الحكومية عن طباعة أسئلة الامتحانات النصفية للسنة الدراسية الحالية بعد مرور نصف عام من التدهور التعليمي في العملية التعليمية الذي يعد الأسوأ على الإطلاق ومن نتائج التمرد في عدن توقف الأعمال الإنسانية والإغاثية حيث ينقل موقع المشاهد نت عن الأمم المتحدة قولها أن حركة التواقم الإنسانية داخل مدينة عدن تم تعليقها بسبب أعمال العنف والقصد وقال ستيفن أندرسون القائم بأعمال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن إن الأنشطة الإنسانية في المدينة تم تعليقها فيما بقي العاملون في مجال الإغاثة في منازلهم غير قادرين على مواصلة أنشطتهم المنقذة للحياة وأضاف أندرسون في بيان الصحفي أن استمرار القتال منع عمال الإغاثة من الاستجابة لطلب مستشفيين عامين بشأن الحصول على معدات لإجراء العمليات الجراحية وعبر عن قلقه بشأن اندلاع العنف في عدن بما يؤثر بشكل سلبي على سلامة وحماية السكان المدنيين ومواصلة تقديم الخدمات المنقذة للحياة بأنحاء المحافظات الجنوبية منذ الثامن والعشرين من يناير لم تقدم المناطق المحررة ولا المحررون أي مثل يمكن أن يدعم حجتهم في مقاومة الانقلاب الحوثي العفاشي فالقوة الغبية هي القوة الغبية في كل زمان ومكان عندما تضل طريقها إلى الهدف الغلط هكذا بدأ السفير اليمني في لندن ياسين سعيد نعمان مقاله المنشور في الموقع بوست تحت عنوان المنتصر مهزوم مضيفا في أجزاء من المقال القوة المحررة التي أفرزها الانتصار على بلطجة الحوثي عفاش في الجنوب خرجت من المعركة بلا هدف واضح وتوزعت بين أمراء حروب كل يبحث عن استحقاقات الانتصار داخل الحدود التي رسمها بمعايير مصالحه الشخصية ومع غياب الخطط الحاكمة لاستكمال عملية التحرير بسبب الاستقطابات التي حولت الشرعية إلى منصات لإطلاق التهم ضد بعضها البعض والتي استرخصت على نحو المؤسف التضحيات الضخمة التي قدمها الشعب لاستعادة الدولة من الانقلابيين تكون فائض من القوة التي ظلت طريقها وتخندقت في مواجهة بعضها والحقيقة أن السلاح الذي لا يسترشد بسياسة قوية ينتظم في إطارها فإنه لا يجد مناصا من أن يتحول إلى قوة منتحرة ما يجري في عدن هو انتحار لكل ما يشهر من أهداف ومن شعارات في مواجهة بعضها البعض فلا القضية الجنوبية مستفيرة من هذه الفوضى ولا قضية التحرير التي تحمل لواءها الشرعية ستتوفر لها الشروط لمواصلة استكمال المهمة والسؤال من له يا تورا مصلحة في توليد هذه الإرباكات والصراعة والمواجهات الدموية في تقديره أن هناك قوتين تخترقان منظومة الشرعية بحسابات أقل تقييم لها أنها مغامرة ولا تحسب حساب الحقائق الموضوعية على الأرض هاتان القوتان تكرسان انقسام شرعية بحساباتهما التي تتناقض موضوعيا مع عملية استعادة الدولة من أيدي الحثيين الإنقلابيين الأولى تعتقد أن هذا الوقت هو المناسب لاستعادة دولة الجنوب وأن تفويت هذه الفرصة سيؤدي إلى ضياعها نهائيا والحقيقة أن هذا الاعتقاد مبالغ فيه وغير مبني على حقائق جوهرية تحكس قراءة واقعية للمتغيرات التي تؤثر في قرار كبير كهذا الثانية هي تلك التي ظلت ترى أن استقرار الأوضاع في الجنوب بعد التحرير سيغري الجنوبيين بالانفصال وعملت على إبقائه في حالة فوضى شاملة وخاصة عدن التي اختلط فيها الحابل بالنابل وصارت موئلا لكل المشاريع المتصارعة ليلة من الخوف عاشها سكان منطقة الجراف بصنعاء وذلك عقب سماعهم دويا انفجارات لما يزيد عن ساعة كاملة وأنوان موقع الصحوانات صنعاء مقاتلات التحالف تستهدف مخزنا للسلاح في الجراف وقال الموقع أن مقاتلات التحالف العربي جددت غاراتها الجوية على مواقع الميليشيا الانقلابية في العاصمة صنعاء فجر اليوم الأربعاء وقال شهود عيان للصحوانات إن مقاتلات التحالف استهدفت مخزنا للسلاح والذخائر في حي الجراف ما أسفر عن حدوث انفجارات عنيفة ومتتالية وأضف الشهود أن المقاتلات استهدفت المخزن الذي يقع بالقرب من السجن المركزي ما أسفر عن حدوث انفجارات عنيفة وتصاعد آمدة الدخان لفترة طويلة يتابع الموقع تواصل ميليشيا الحوثي تكديس السلاح وسط أحياء صنعاء بعد نهبها من مخازن معسكرات العاصمة والمحافظات المجاورة بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة ابقوا معنا اشتركوا في القناة أهلا بكم من جديد إلى صحيفة عكاذ السعودية التي نقلت عن مصدر رئاسي يمني نفيه ما تردد عن إجراء تغييرات في الحكومة الشرعية ومسؤولي عدد من المحافظات أضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الرئيس هادي كان يعتزم تشكيل حكومة تكنقراط بعد الاتفاق على آلية واضحة لشراكة دائمة بين كافة القوى السياسية في إطار الشرعية بما فيها الأطراف الجنوبية لكن ما حدث مثل حجر عثرة أمام هذه الإجراءات وأكد المصدر أن حكومة بندغر باقية وتمارس عملها من قصر المعاشق في عدن وبتأمين من قوات التحالف العربي وقوات حماية الرئاسة وتنتظر نتائج لجنة التهدئة والجهود التي تبذلها دول التحالف والهادفة لتحقيق التقارب بين القوى السياسية تحت مظلة الشرعية وأوضح المصدر أن الوقت لا يزال بعيدا بشأن إجراء التغييرات الحكومية وهناك عدة التزامات على القوى السياسية من بينها انسحاب القوات الموالية للمجلس الانتقالي وتسليم الأسلحة ودمج أي قوات تحت إدارة وزارة الدفاع وأهيئة الأركان بعدها يتم تشكيل حكومة تكنقراط مصدر الحكومي أكد لعكاظ أنه لا توجد أي مخاوف على حياة الوزراء لكن مسلحي المجلس الانتقالي بعد الاتفاق على انسحاب جميع القوات من مناطق التصعيد رفضوا التنفيذ ولا يزالون متواجدين على مدخل البوابة الرئيسية لقصر المعاشيق الشرق الأوسط تقول أنه بينما تكثفت الجهود الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار في مدينة عدن اليمنية عقب المواجهات الأخيرة دعا مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان دعا جميع الأطراف إلى التجاوب مع بياني قيادة تحالف دعم الشرعية في الإيمان من أجل التهدئة وضبط النفس وكان التحالف أكد في بيان عظمه اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الاستقرار والأمن في عدن عقب الأحداث الأخيرة وجدت التحالف مطالبته الأطراف كافة بإيقاف جميع الاشتباكات فورا وإنهاء كل المظاهر المسلحة إلى ذلك قالت وزارة الداخلية اليمنية إن القوات العسكرية والأمنية التي كانت منتشرة في شوارع عدن عادت إلى معسكراتها وثكناتها والحياة باتت طبيعية في مختلف المديريات والمناطق التي شهدت توترا المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي نفاما راجعا مغادرة أعضاء الحكومة قصر المعاشيق الرئاسي في عدن قائلا إن قصر معاشيق ومحيطه معظم أحياء مدينة كريتر ما زالت تحت سيطرة اللواء الأول حماية رئاسية أما صحيفة العرب الجديد فأفادت بنزوح عشرات الأسر اليمنية من مناطق الاشتباكات في عدن إلى أخرى آمنة بعد اشتداد المعارك خلال اليومين الماضيين وتعطلت مظاهر الحياة في المناطق التي تشهد مواجهات عنيفة بين قوات الحكومة الشرعية الموالية للرئيس هادي وبين قوات المجلس الانتقالي الداعي إلى انفصال الجنوب فانقطع التيار الكهربائي وأغلقت المتاجر والمصارف أبوابها يقول المواطن شجاع يحياء إن بعض العائلات القاطنة في منطقة كريتر في عدن حسرت في منازلها جراء الشداد المعارك في المدينة مشيرا إلى أن الأسعار بدأت ترتفع منذ أيام مع بروز المؤشرات الأولى للحرب لكنه يوضح للعرب الجديد أن المواد الغذائية متوفرة والأسواق مفتوحة في المناطق التي لم تشهد اشتباكات مسلحة مثل المديرية المنصورة والشيخ عثمان والبريقة وإنماء والشعب والدار التي تشهد هدوءا نسبيا يضيف أن الاشتباكات تتركز في المعلى وأخر مكسر وكريتر وقد تعطلت الحياة فيها بعد إغلاق 80% من مؤسساتها ومحالها علما أنها ذات كثافة سكانية يخشى السكان كما تورد العرب الجديد من نفاذ المواد الغذائية وارتفاع أسعارها وانقطاع المياه والكهرباء والعجز عن تأمينها إلى ذلك أغلقت عدد من المدارس أبوابها جراء الاشتباكات المسلحة وطلب من التلاميذ التغيب بسبب الأوضاع المتوترة لا شك في أن إيران قوة مخربة في الشرق الأوسط ولكنها ليست قوة مهيمة على نحو ما يزعم في المنطقة حين يدق ناقص خطر بروز امبراطورية شيعية على رأسها طهران هكذا يرى مؤلف كتاب جروح الحرب جروح السلم شلومو بن عامي في مقاله المعاد نشرو في صحيفة الحياة اللندنية مضيفا في جزء من المقال ترى إيران على نحو ما رأى الاتحاد السوفيتي قبلها أن التوسع في الخارج هو أمثل سبيل إلى حماية الثورة في الداخل الإيراني ولكن على نحو ما أثبتت التجربتان السوفيتية والإيرانية أن الإخفاق في جبهة التحديات المحلية هو الخطر الأعظم على مشروعية النظام ومستقبل ممر إيران البري هو رهن الوكلاء في الخارج بينما مستقبل الجمهورية الإسلامية هو رهن قدرة قادتها على النزول عند مطالب الناس ولكن يبدو أن القادة الإيرانيين يرجحون كفة وكلائهم في الخارج على كفة مواطنيهم وعلى رغم إخفاق الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 في النزول على التوقعات الإيرانية الاقتصادية المرتفعة تواصل السلطات إنفاق ملايين الدولارات على حزب الله والحوثيين في اليمن وأمثالهم وأنفقت إيران نحو عشرة بلايين دولار في سوريا لدعم الأسد والضغوط المالية الناجمة عن الدعم هذا حملت طهران على تقليص المساعدات السخية التي لطالما نفخت في شعبية النظام وغلب على تظاهرات إيران الأخيرة شباب الطبقة العاملة الذين رفعوا لواء الموت لخامنائي والحق أن استمرار يوتيوبيا ثورية طوال ثلاثة أجيال هو وقت طويل وسواء كان هذا في إيران أو في الاتحاد السوفيتي فمع الوقت تتفكك العرى بين المواطنين وقضايا الثورة وساهمت التكنولوجيا الرقمية في تعميق الهوة بين الأجيال وفي الثمانينات رسل إيرانيون الصفوف وراء نظامهم أمام هجوم صدام حسين العنيف لضمان نجاة بلدهم ولكنهم اليوم لا يقبلون تحمل مشقات في سبيل حماية مواقع في سوريا واليمن أو ممر بري في المتوسط أعلنت الولايات المتحدة كما جاء في صحيفة البيان رفع الحظر على دخول اللاجئين من إحدى عشرة دولة معظمها مسلمة لكنها أوضحت أن من يريدون دخول الولايات المتحدة سيخضعون لإجراءات أمنية مشددة أكثر من الماضي ولم يكشف المسؤولون الأمريكيون لائحة هذه الدول لكن بحسب منظمات تعنا بشؤون اللاجئين فإن الأمر يتعلق بإحدى عشرة دولة معظمها مسلمة هي مصر وإيران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان ومالي والصومال وجنوب السودان وكوريا الشمالية كما أعلنت السلطات الأمريكية تجديد الإجراءات الأمنية والتوصيات في البرنامج الأمريكي لاستقبال اللاجئين بينها خصوصا تشديد عمليات التثبيت من طالبي اللجوء وتحديث منتظم للائحة الدول التي تمثل مخاطر عالية إضافة إلى معايير اختيار اللاجئين وقالت كريستين نيلسون وزيرة الأمن الداخلي إن هذه الإجراءات الأمنية الإضافية ستجعل المهمة أصعب على السيئين الذين يريدون استغلال برنامجنا للاجئين وكانت الولايات المتحدة أعلنت في أكتوبر 2017 تعليق حظر دخول اللاجئين بعد أربعة أشهر من اعتماده في إطار مرسوم هجرة مثير للجدل كما قررت إدارة الرئيس دونالد ترامب تخفيض عدد من يتم قبولهم كلاجئين في الولايات المتحدة ولن يقبل في 2018 سوى 45 ألفا مقابل 53 ألفا في 2017 وإلى صحيفة القدس العربي حيث تعهد الرئيس الليبيري جورجوية بإلغاء قانون يحضر حصول الأشخاص الذين ليسوا من ذوي البشرة السمراء على الجنسية أو تملك عقارات في ليبيريا توضح الصحيفة أنه منذ تأسيس دولة ليبيريا الواقعة في غرب أفريقيا في عام 1847 يجيز الدستور الليبيري منحة جنسية وتملك عقارات فقط للأشخاص من ذوي البشرة السمراء وقال ويا خلال خطابه الأول الموجه للأمة منذ تنصيبه رئيسا للبلاد قبل أسبوع إن هذا يتناقض مع اسم دولة ليبيريا الذي يعني الحرية وإضافة ويا يجب أن لا نخشى من أن تتمتع الأجناص الأخرى بحق الجنسية الليبيرية ولهذا أوصي وأقترح بأن يتم نظر في هذا الأمر عند حذف هذه المادة من الدستور كما أعلن ويا أنه سيتبرع بـ 25% من راتبه لمصلحة الفقراء ودع أعضاء البرلمان لأحذو حذوه بالتبرع بجزء من رواتبهم للفقراء جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفات الديلي تيليغراف بمجموعة صور منوعة نتابع 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 اذا في هذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة